السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كم يوم نزلت فيديو عن طريقة حجز الاختبار اللغة الإنجليزية B1 English Test Grade 5 من شان الجنسية البريطانية ولكن كان في معلومات أو أسئلة كثير مهمة ما شاركتها معاكم بالفيديو السابق من شان لأن تخصصت ذلك الفيديو فقط لطريقة الحجز بهذا الفيديو إن شاء الله راح تكلم إمتى الاختبار وإين مكان الاختبار وعن الأوراق المهمية اللي لازم تأخذها معك على مركز الاختبار وإمتى تحصل على النتيجة وعندما تحصل على النتيجة الشهادية مثلا قديش مدد صلاحيتها أو أيمد تاريخ انتهاء صلاحيتها إذا محتم بهذه المعلومات تابعنا للنهاية لا تعرف كل التفاصيل أنا طاهر سير وهذه قناتي على اليوتيوب خلينا نبدأ بأول شغلة هي إمتى الاختبار كما تعرفوا أنا بالفيديو السابق وأتحاجست على الاختبار قالوا لي أنت بتفضل الصبح الفترة الصباحية ولا الفترة بعض الظهر أنا قلت لهم والله الفترة الصباحية وتابعت في الحاجز ودفعت الفلوس وراح القروش من حساب البنك يعني أخذوا الفلوس وما كان يعطوني وقت الاختبار ولكن بالأخير قالونا نحن بعد 24 ساعة أو خلال 24 ساعة رح نبعط لك إيميل تاني بالتثبيت الحجز وكمان رح نحدد لك وقت الاختبار أنا وصلني الإيميل بعد ساعتين لثلاثة تقريبا بالفعل يعني قالوا لي تاريخ الاختبار طبعا بـ 25.5 20 21 مثل ما حجسته أنا بـ 25.5 ولكن أنا حجسته الصبح حني قالي لي أنه لاتن بتوصل ساعة 33.39 دقيقة واختباره قوي أربعة وتسع دقائق يعني حجزي لي يا بعض الظهر وبالفعل أنا وقتها كنت عبا حجز قالوا لي نحن مو بشرط نعطيك متن ما أنت طلبت يعني أنت أشو بتفضل الصبح ولا بعض الظهر بس ما منحسن من نعطيك قرامتي إنه نحجز لك الصبح على كل حال حجزوا لي بعض الظهر ما عندي أي مشلي المهم وقت الاختبار هو يبيوصلك بعد ما تحجز أنت بـ 3-4 ساعات رح يوصلك إيميل آخر فيه يوم الصحيح أو النهار يلي بتحجز فيه وفيه وقت الاختبار يلي أنت لازم بتوعليه مثل ما نكون ملاحظين هنا لازم روح قبل الاختبار بنصع وأي لي لي إذا أنت ما وصلت على الموعد يلي نحن عطيناك أو إذا أنت وصلت متأخير ما رح نسمح لك بالدخول على مركز الاختبار وما رح يطلع لك أي refund بقى لازم تجي بكير مكان الاختبار مكان الاختبار نحن مثل ما بتعرفوا أنه أنا حجز في غلاسكو بس ما عطوني العنوان الصحيح هنا بيعطي لي بنفس الإيميل بلقي اختبار رح يكون بغلاسكو لأنه أنا حجزت في غلاسكو وقالوا لي إذا بدك تعرف العنوان الصحيح تفضل على موقعنا هنا بتلاقي هنا العنوين كلتهم هنا تطالعين كل العنوين منضلي على غلاسكو هذا العنوان يلي في غلاسكو المهم هذا هو العنوان يلي في غلاسكو أما الباقي المملكة المتحدة كل مدينة إلى عنوانها أنا على كل حال مساوي مقالي هنا بتحسين تزور أنت على موقعي تدخل على موقعي في معلومات كتير مهمة أنا بتمنى تدخل وتقرأ لأنه معلومات كتير مهمة أنا فيه شغلات ما بحسين بيشملها كتير بالفيديو ما بحب أن أطول الفيديو غير أكثر مطمئة دايئة أو تسع دايئة ماكسيمم عشرة بقى لهيك المعلومات اللي زيادة بضيفة عندي على الموقع وبخبر الناس بتحب تروع على الموقع لتقرأ زيادة في أي مكان سيتم الاختبار أنا حيثة الرابط موجود هنا بزخط على موقعي في هذه المقالي خمس أسئلة مهمة يجب أن تعرفها عن الاختبار اللغة الإنجليزية B1 English Test لو تنزل لتحد السؤال الثاني في أي مكان سيتم الاختبار بتحسن بتدخل هنا على هذا الموقع بفتح لك الموقع هنا بتعرف كل العناوين يلي موجودة في بريطانيا مثلا بليفاس برميغام برادفورد مهم راح أترك رابط بموقع تبعي أنا تحت بالوصف بالدسكريبشن من شان إذا بتحب تقرأ هذه المقالة وتستفيد منها في معلومة كثير مهمة يعبد لي إياها هنا لأن أنتو نحنا ما عنا كاربارك يعني إذا أنت بتسوق للموقع حاول أنت تصرف بباركينج يعني نحنا ما عنا كاربارك فيك تصفة أنت برايفيت كاربارك أو فيك تدفع عليها برقروش يعني مهم حاول تجي على الموعد وعبي خبروك أنه نحنا ما عنا كاربارك من شان ما تتأخر خلينا هلأ بقى ندخل بالأوراية اللي لازم تأخذها أنت على الاختبار وهذه كثير مهمة صراحة ما كنت بعرفة لو ما كنت قاري الإيميل كنت تبهدنا هلأ الشغلتين أساسيات بدأك تأخذهم معك هو البطائة اللي حجزت فيها الاختبار مثلا إذا عندك travel document وحجزت فيها travel document لازم تأخذ travel document معك لو عندك ID الPRP وحجزت فيها لازم تأخذها معك أنا حجزت في الPRP ورح أخذها معي وهني طبعا كتبين عندهم في الإيميل كتبيني في الإيميل نحنا ما منقبل فوتوكوبي يعني ما تأخذ معك فوتوكوبي لازم تأخذ البطائة هي نفسها والشغلة الثانية وهي الأهم أنه لازم أنت تطبع هذه الورقة هذه الورقة أنه تكتب أنت الموضوع يلي أنت بدأك تتحدث عنه وبعدين تكتب مواضيع متعلقة بالموضوع الأساسي طبعا هذا رح نساوي له فيديو خاص لحالة إن شاء الله بكرة بعدما أخلص الاختبار سأسويه على رواء إن شاء الله رح أحكي بالتفصيل أشو بتصير معك بقلب الاختبار مهم لازم تطبع هذه وتكتب موضوعك وتاخده معك بس الفكرة وين كتبي لي هذا الحكي بالإيميل ولكن أنا وقت أضغط هنا في الإيميل لساوي داولود بيفتح الصفحة هيك وبيسكر برجع بضغط بيفتح الصفحة وبيسكر يعني مضروبة أنا حاولت أبحث عنها على جوجل ولاقيت الحمد لله بس مع ذلك كمان أنا حطيتها عندي في الموقع مشان إذا أي مشلي صارت معكم أنتو فيك تدخل عندي على الموقع هنا وتأخذ من هنا معلومات مهمة القسم الثالث بتنزل النموذج قم بتنزيل النموذج موضوع G, E, S, E Grade 5 إذا ضغطت علي هيك بيطلع لك الملف B, D, F 100% يعني موقع الكوليج مضروب وموقعي شغال 100% الحمد لله هذه الأوراق المهمة هي بطاعتك والورقة هذه بطاقة اللي أنت حاجز فيها طبعا إذا حاجز بترفل دوكومنت تأخذ ترفل دوكومنت إذا حاجز بالبطاقة بتأخذ بطاقة وبتأخذ هذه الورقة بتساوي لها full up بتكتب الموضوع تبعك وبتغنوا معك حالا خلينا ندخل بمدة الاختبار مدة الاختبار أنا حكيت قبلها المرة بالفيديوها السابقة أنه قالوا لي رفقاتي 7-8 دقائق بس ولكن نحن بدنا المعهد أو الكوليج هو نفسه قديش قالوا مدة الاختبار قالوا مدة الاختبار لا تتجوز لعشر دقائق ربما يكون خمس دقائق ربما ما يكون ست دقائق يعني بالفعل يعني مدة الاختبار لا تتجوز لعشر دقائق والاختبار مقسم إلى قسمين القسم الأول هو بتتكلم عن الموضوع الذي أنت جايبه معك والقسم الثاني هو عبارة عن conversation بينك وبين الexaminer وراح يكون الاختبار في قاعة بسبب نحن الكوفيد بسبب الكورونا رح يكون أنه الاختبار في قاعة والexaminer في قاعة أخرى وأنتي تتكلم مع طريق الكاميرا وهو بيسألك يعني live هو بيسألك وأنتي بتجاوب أما هلأ بالنسبة للنتيجة أنا بعد أصدقائي قالوا لي بتهدم نفس الوقت بس الموقع حمع بيقلي أنه بتأخذ النتيجة من دقيقة يلي أنت بتخلص فيه الاختبار لحد الساعة 9 صباح لتاني يوم من الاختبار يعني اليومي أنا رح ساوي اختبار الساعة 4 خلينا نقول معي من ساعة 4 لتاني نهار الصبح ساعة 9 بيوصلنا إيميل بنتيجة الاختبار يعني بيجوز يعطوني إياها بنفس الوقت بعد أطلع لبرة وإلولي نتيجة تكتة أو معهم للساعة 9 الصباح ليبعتوا إيميل بالنتيجة وبعد ما يبعتوا للنتيجة مثلا أنه أنا نجحان خلال 7 أيام رح يبعتوا للشهادة على البيت حلّا خلينا نحكي نحن بالإكسباير ديت حق الشهادة أو تاريخ انتهاء الصلاحي هذه شهادة اللغة الإنجليزية تاريخ انتهاء الصلاحي تبعا هي مدتها سنتين ولكن في شغلة مهمة كتير في ناس ساويت هذه الشهادة مثلا من 3 سنوات 4 سنوات وقدمت على فيزا بريطانيا وأجت لهنا على بريطانيا وهلّا بعد تقدم مثلا على الإقامة الدائمة أو على تقدم على الجنسية ما في داعي ساوية مرة ثانية صحيح هي مدتها سنتين وانتهي التاريخ صلاحيتها بس ما في داعي ساوية مرة ثانية ليش لأنتو انتي ساويتها قبلها المرة وقدمت فيها عند الحكومة البريطانية وقبلتها فيك هلا تقدمها مرة ثانية خليتني أعطيكم مثال مثلا يوضح فكرة أكثر من هيك لنفترض بدأ ساوي سباوز فيزا فيزا الزواج أنا بدأ جيب زوجتي من برا هي بدأ ساوي اختبار A1 للغة الإنجليزية والله أنا بعرف مثلا زوجتي منه بتعرف تحكي اللغة الإنجليزية بطلاقة ساوي لها مثلا اختبار B1 من المرة الأولى منشان نوفر فلوس منساوي اختبار B1 وهي نجحت فيه مثلا وقدمنا على الفيزا وأخذت الفيزا هنا بعد تجل هنا على بريطانيا قعدت خمس سنوات بعد الخمس سنوات بدأت تقدم للا الإقامة الدائمة أو تقدم للجنسية مثلا بيطلبوا منها B1 هذه الشهادة مدتها فقط سنتين ولكن من خمس سنوات نحن قدمناها للحكومة البريطانية أو للسفارة البريطانية وقبلت السفارة البريطانية صارت عندهم على ريكود يعني ما في داعي نرجع نعيدها مرة ثانية نساوي الاختبار بس منقدم الشهادة هي نفسها حتى لو كانت اكسباير ونفس الإشي مثلا الإقامة الإقامة الدائمة إذا واحد ساوا الإنجليش تيس للإقامة الدائمة طبعا نحن هلأ اللاجئين ما بدنا إقامة دائمة بس فيها أحد من الشباب من التعليقات قالوا لي القانون تغير وصار اللاجئين بدهم اللغة الإنجليزية للإقامة الدائمة بس ما أنا متأكد لهلا أنا خلينا نفترض أنه واحد ثاوا للإقامة الدائمة شهادة اللغة الإنجليزية وأخذ الإقامة الدائمة بعد سنتين ثلاثة أربعة أجل يقدم على الجنسيين أنتو أنت بحقلك تقدم على الجنسيين بعد سنة يعني تقدمت على الإقامة الدائمة ما في أي مشلي ولكن شو اللي ما بينفع مثلا أنا يكون عندي شهادة ما استخدمت قبل هالمرة مثلا مع الهوم أوفيس يعني ما عبيت فيها على فيزا ما قدمت فيها على الإقامة دائمة يعني ما استخدمت مع الهوم أوفيس وبديجي استخدمها وهي إكسباير هاي ما تنفع لازم أستخدمها قبل هالمرة هيك موقع الحكومة بيقول أتمنى أن يكون وصلت الفكرة أنا حاولت تشرحها بالتفصيل منشان توضح الفكرة أكثر لا تنسى الاشتراك معي بالقناة إذا ما لكم اشتركوا وتفعيل زر الجرس منشان من يوصل لك الفيديوهات القادمة إن شاء الله الفيديوهات القادمة رح نزل أنا عن هذا الموضوع كيف أنت تختار الموضوع الصحيح وكيف إن شاء الله تختار موضوع سهل ومقبول للبيون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي ناو